يعتبر إيبولا من أعنف الفيروسات التي تهدد البشرية ولم يعتمد بعد أي علاج أو لقاح مضاد له وقد صادقت السلطات الطبية السويسرية الممثلة بوكالة سويس ميديك على لقاحين يجري اختبارهما التجارب الأولى انطلقت في مستشفى لوزان الجامعي في نهاية أكتوبر 2014 على نحو 120 من الأشخاص الأصحاء وتم تطوير اللقاح من قبل شركة الأدوية العملاقة جلاسكو ثميت كلاين والمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وفي أوائل نوفمبر وفقت سويس ميديك على إجراء اختبار ثاني للقاح تجريبي تم تطويره من طرف علماء وكالة الصحة العمومية في كندا ويشارك في الاختبار ما يصل إلى 115 متطوعا في مستشفى جناف الجامعي الأمال في احتواء الوباء معلقة إذن بأحد اللقاحين ولكن الوقت ينفذ بسرعة والفيروس فتك بعد بالآلاف في معهد عام الفيروسات بجامعة زيريخ يتابع لارس هانغارتنر التطورات في جامعتين لوزان وجناف باهتمام كبير ورغم أن التطعيم لا يشكل أي تهديد بالتحول إلى عدوى إيبولا كاملة فإن خطر التعرض لآثار جانبية يظل قائما تشكل هذه التجارب بالتأكيد خطرا كبيرا ويتم أيضا إطلاع المشاركين على الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث وبطبيعة الحال يتم تعويضهم عن خدماتهم يدرك هانغارتنر العاملون معه صعوبة إنتاج لقاح جديد وفي حالة إيبولا فإن العملية معقدة بشكل خاص لأنه لم يتم إخضع الفيروس للسيطرة بالطرق التقليدية مقارنة مع معظم اللقاحات الأخرى ضد الأمراض الفيروسية يظل إخضاع إيبولا للسيطرة بواسطة الأجسام المضادة عملية أكثر صعوبة هذا هو العائق الأكبر ما يعني أن اللقاح يجب أن يكون أكثر تعقيدا من لقاحات أمراض فيروسية شائعة أو الإنفلوينسا مثلا يتكون كل اللقاحين من فيروس غير دار تم تصميمه لحمل أحد البروتينات المكونة لفيروس إيبولا في لوزان يتم استخدام فيروس غير مؤذن أخذ من قرد وأدمجت فيه مادة وراثية من سلالتين من فيروس إيبولا فور حدوث الإصابة بالفيروس وانتشاره عن طريق خلية في الجسم يثير الفيروس تجمع خلايا جهاز المناعة وإنتجها للأجسام المضادة كرد فعل على تواجد بروتين إيبولا إذا اشتغل اللقاح كما ينبغي فإنه بمجرد اختراق فيروس إيبولا حقيقي للنظام المناعة تقوم الأجسام المضادة التي ينتجها التطعيم بإبطال ضرر الفيروس وفضلا عن تفعيل إيبولا لحماية الأجسام المضادة هناك حاجة لنشر خلية قاتلة إضافية فهل سيكون لمثل هذا اللقاح المفعول المطلوب على البشر؟ هذا السؤال يقلق كريستوف هاتس من معهد الأمراض الاستوائية السويسري الذي يراقب التجربتين في جونيفو لوزان وتجري هذه الاختبارات في ظروف خاصة لسبب واحد بالمقارنة مع التجارب الأخرى يتمثل الفرق الأكبر في عامل الوقت في هذه الحالة ينبغي إتمام جميع الخطوات في حيز زمني أقصر بكثير وما يتطلب في العادة سنوات من العمل يصبح من الضروري القيام به في غضون ستة أشهر لدى تطوير اللقاحات الكلاسيكية لا تتم الاختبارات على البشر إلا بعد إجراء تجارب طويلة على الحيوانات بعد هذه المرحلة الأولى يتم اختبار اللقاح على مجموعات صغيرة من المتطوعين الأصحاء قبل إخضاع عدد أكبر من الأشخاص لتجارب تتواصل على مدى سنوات عديدة عندئذ فقط يكون اللقاح جاهزا لموافقة السوق تطوير اللقاح ضدائب لاحظي بأولوية قصوى مراحل متتالية تدخلت ويجري دمجها لتنجز في بضعة أشهر لكن تسريع له عيوبه أيضا فالاختبارات جارية على البشر رغم أن العديد من المسائل لازالت عالقة في التجارب على الحيوانات أثناء الاختبارات الأصلية على القردة تمت في غضون بضعة أيام حماية أربعة من الحيوانات الملقحة بشكل تب ومع ذلك وبعد بضعة أسبوع فقد اللقاح فعاليته بعض الحيوانات عانى من المرض وبعضهم توفي على إثر الإصابة نحن نعلم إذن أن اللقاح له تأثير لكننا لا نعرف مدى فعاليته على البشر الأمر لا يتعلق فقط بالفعالية بل بالجرعة الصحيحة أيضا وهذه مسائل لازالت في انتظار حل في هذه المرحلة يتمثل الهدف في معرفة ما إذا كان تأثير اللقاح سيصمد طويلا وفي وقت لاحق وبعد توسيع حق للاختبار سيصبح الهدف معرفة مدى فعالية اللقاح وإن كان يحمي حقا ضد المرض في حالات أخرى أجريت فيها تجارب على أشخاص أصحاء لم يكشف عن أي آثار جانبية همة ومن المؤمل أن يكون الحال كذلك في لوزان وجينيف